اشتركوا في القناة والبداية مع صحفة الفاينانشال تايمز التي نشرت تقريرا له بصالح بعنوان صناعة السياحة في مصر تتلقى صفع نتيجة تحطم الطائرة المصرية حيث ازدادت البنخاوف من ان يكون سقوط الطائرة سببه تفجير ارهابي وبالتالي تتسأل الكاتبة هل سيكون ذلك ضربة قوية اخرى تهز السياحة المصرية وتقول الكاتبة ان السياحة المصرية تعرضت لكارثة حقيقية ادت الى انقفاض عدد السياح القادمين اليها بنحو 47% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء ثم قرار بريطانيا وقف الرحلات الى مصر لدواع امنية وبعدها اختطاف الطائرة المصرية التي حول مسارها الى قبرص هبا صالح سألت هاني مذكور صاحب شركة سياحية للحجوزات الفندقية عن تأثير سقوط الطائرة المصرية في البحر على السياحة فقال انك اذا اطلقت النار على جثة هامدة فلن تشعر بأي ألم كذلك الحال بالنسبة للسياحة فلن تتأثر لانه اصلا لم تعد هناك سياحة ألم تروا كيف اصبحت اسوان والاقصر خليتين من السياح؟ وبالانتقال الى صحيفة اطلنتيك نشرت مقالة لفريدريك هوف بعنوان هل هناك صفقة قيد التحضير بين الروس والامريكان بشأن سوريا؟ حيث اشار فيه الكاتب الى تسريبات تفيد بان وزير الخارجية جون كيري يتسرع في صفقة من شأنها ان تقبل التأويل الروسي بهيئة حكم انتقالي سوري كما في بيان جينيف الختامي في الثلاثين من حزيران عام 2012 تريد موسكو من الهيئة الانتقالية ان تفضي الى حكومة وحدة وطنية يتلقى رئيس الوزراء ومجلسه الاوامر من الرئيس بشار الاسد في حين تقبل واشنطن نهج حكومة وحدة وطنية تمنح الاسد صلاحية دستورية لفترة محدودة لو كان هذا صحيحا فهو فخ ووهم من شأنه ان يطيل وحتى يعمق معاناة سوريا وازمة اللاجئين كل ما هو مطلوب الان هو اعتراف الرئيس باراك اوباما بان الاسد هو الرئيس التنفيذي الشرعي في سوريا وشريكا في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية داعش وفيما يتعلق بايران يمكن للاسد وحده اخضاع سوريا بشكل موثوق تحت امرة ممثل طهران في لبنان حسن نصر الله قائد حزب الله فقد ذكر جون كيري لمجموعة من المحاولين الاوروبيين ايجاد دور خلاق للاسد الموافقة على ابقاء الاسد في منصبه والسماح للمهاجم بالدخول الى وحدة العناية المركزة في حين ويبقى يكافح من اجل الحياة ويبقى ينزف محاولا التقاط انفاسه ادارة جون كيري تستحق الثناء العظيم من خلال قمع العنف وتسهيل المساعدات الانسانية الى الحد التي تمكنت منه ربما هذا سيكون جيدا حتى يتم تعيين رئيس جديد انه ابعد من اللاشيء واحد من عدة اشياء الذي من شأنه ان يكون اسوأ من جهد كثيف للحفاظ على الغطاء لسوريا سيكون محاولة اعادة طرح واعادة توظيف قاتل جماعي وخاصة اذا كان هذا الشيء سيتم مع حلفاء في الظلام سرا تناسى هذا العمل الغير اخلاقي البشع انه ببساطة لن ينجح وبالانتقال الى صحيفة مليات التركية نقرأ مقالة لسامي كوهين بعنوان ماذا سيحدث لوضع مدينة كيلس حيث رأى فيه الكاتب بان مدينة كيلس لا تستحق الوضع الذي قالت اليه الان بعدما احتضنت من اللاجئين سوريين عددا اكبر من عدد سكانها كيلس المرشحة للحصول على جائزة نوبل في الانسانية هذه المدينة تستهدف منذ اسابيع من تنظيم داعش بصواريخ الكاتيوشا وحتى الان اصابت منو سبعين صاروخ واحد وعشرين مدنيا وبعد هذه الهجمات اصبح سوريون المقيمون في المدينة يشعرون بالخوف حتى ان بعض المدارس اغلقت ابوابها وهجرت بعض العوائل الى مكان امن ونفذ صبر سكان المدينة من هذا الوضع وبعثوا برسالة الى انقرة مفادها انه هذا الوضع الذي لا يطاق فورا الحكومة تعي جيدا جدية الموضوع وفعلت تركيا الى الان امرا اخر وهو انها فعلت سلاح الجو التركي ووضعته تحت امرأة قيادة التحالف الامريكي ومع كل الضربات والاضرار الملحقة بتنظيم داعش الى انه لم يوقف الهجمات ضد كيلس ينبغي اتخاذ تدابير واجراءات اكثر تأثيرا ضد هذه الهجمات الممنهجة وتعلم انقرة ما يجب فعله لكن مع الاسف توجد عوامل تقيدها فعلى سبيل المثال لا يستطيع سلاح الجو التركي الدخول الى ساحة جو شمال سوريا وبدء عملياته ضد داعش وبالتالي فتركيا لا تستطيع تخطيم بعد الحدود برا والوصول الى مواقع تنظيم داعش اضافة الى ان القوات المسلحة التركية لا تملك منظومة دفاعية قادرة على تدمير صواريخ الكاتيوشا في الهواء وتركيا في هذا الموضوع تعمل على دعم ناتو لها والواقع ان ضربات تركيا لداعش محدودة لسعوبة تخطي الحدود بسبب الخصام بينها وبين روسيا حول حادثة اسقاط الطائرة الروسية ولكن لا تستطيع انقر الوقوف مكتوفة اليدين وحسب تصريحات اردوغان الاخيرة فانه اذا تطلب الامر سوف تتخذ تركيا اجراءات لوحدها وكيفية ذلك تظل محل تساؤل ونقرأ في صحيفة ستارة التركية مقالة لسيفيل نوريفا بعنوان تمثيلية روسيا في حربها المزعومة على داعش اشرت فيه الكاتبة الى انه في روسيا الكل يعرف ما تقوم به الاستخبارات الروسية من ظلم وتضيق على المسلمين لكونهم بلحية او بحجة ان زوجاتهم محجبات وهذا التضيق لا يشمل الفرد فحسب بل اي فرد من افراد العائلة ويقبع في السجون هناك مسلمون معتقلون بتهم مختلفة حتى يعرض عليهم عرض ارسالهم لسوريا مقابل اطلاق سراحهم وبالاخص يوجد من بينهم مسلمون ذوي اصول قفقاسية يقول بوتين في كل مناسبة الاسلام الكلاسيكي بالنسبة لنا لا يشكل اي مشكلة اي الاسلام الذي يخضع لرقابتهم حسب وجهة نظر بوتين ففي الوقت الذي تدعم فيه روسيا المتدينين حسب الشكل الذي رسمته لهم تقوم بتوجيههم لمتدينين ضدها فهي تقوم بارسال المسلمين الذين تحت سيطرتها الى سوريا لضرب المتدينين الذين هم ضدها وبهذا الشكل تكون قد استفادت من امرين الاول تكون قد ابعدت الخطر الذي سيحدق بها في المستقبل والثاني تقول تقوم بقتل الاشخاص الذين ارسلتهم الى سوريا عن طريق القوائم التي نظمتها اسما اسما وتقوم بتسليمها لداعش روسيا ايضا استقدمت الشيشانيين واضهرتهم على انهم ارهابيون فقط لمطالبتهم بالحرية بالاضافة الى ان هناك دعاءات بان الاستخبارات الروسية هي من يقف وراء دعم امن مجموعات المافيا المتشكلة من رجال الاعمال الروس المرسلين الى تركيا واستقرار تركيا هو احد اسباب قدوم رجال الاعمال واعضاء المافيا الروسية متشكلة من اشخاص ذوي ميول وجذور دينية مختلفة ينبغي الان اخذ الامر بجدية تامة نظرا لقدوم رجال الاعمال المثير من مناطق الاتحاد السوفيتي السابقا وتمركزهم في تركيا وصولهم وجولهم دون مساءلة لانه بهذه الحالة ربما ينهار استقرار تركيا كما حدث سابقا في اسبانيا اذا كنا نبحث عن مفاتيح تدمر الالعاب والخطط الروسية فعلينا البحث من داخل روسيا نفسها وختم حلقتنا مع موقع كلنا شركاء ومقال مصعب الحمادي بعنوان التركمان السوريون ضد التقسيم قال فيه الكاتب هناك مؤشرات كثيرة تقول ان تركمان وليس الاكراد هم من يأتون في المرتبة الثانية في سلم المكونات العرقية في سوريا بتعداد يصل الى اكثر من ثلاثة ملايين نسمة ولكن اذا ما قصرنا التعداد على اولئك الذين يقولون عن انفسهم انهم تركمان ويتكلمون فعلا اللغة التركمانية فالعدد لا يزيد عن نصف مليون نسمة تاريخيا ينحدر تركمان سوريا من قبائل الابوز التركية التي تنتشر على مساحات واسعة في اواسط اسيا والشرق الاوسط من تركمانستان وادربيجان وافغانستان الى ايران وتركيا والعراق وسوريا يتكلم التركمان اللغة التركمانية القريبة من اللغة التركية الحديثة يعتنق تركمان سوريا الاسلام السني بنسبة 99% اقدم رصد للوجود التركماني في سوريا يعود الى عصر الدولة السلجوقية وهي الدولة السنية التي قامت اواخر القرن الحادي عشر الميلادي وسيطرت على مساحات واسعة من الاناظول وبلاد الشام غالبية تركمان سوريا استعربوا مع الزمن فنسوا لغتهم الام وتكلموا اللغة العربية واندمجوا كليان مع السكان العرب فبعد خروج العثمانيين من سوريا بعد الحرب العالمية الاولى بقي تركمان في البلاد مغلبين انتمائهم لهذا الكيان الوطني الناشئ على هويتهم التركية القديمة ويتواجد التركمان في سوريا في حلب واللاذقية وفي درعا ومنطقة القنيطرة والجولان وبعض القرى على اطراف العاصمة دماشق وكذلك يتواجدون في منطقة تل ابيض التابعة للرقة وفي المنطقة الوسطى ففي حمص يقتنون حيباب عمر وذائع الصيد في المدينة كما ينتشنون في قرى الريف الغربي اما في حمافل التركمان حضون تاريخي في منطقة مصياف غرب المحافظة والسلامية في شرقها اهمل غالبيات تركمان سوريا اصولهم القومية مع تقادم الزمن واذ يتهم بعض التركمان سياسات البعث القومية العربية بتذويب هويتهم ولغتهم الى انه يبقى لعوامل التقادم واعتناق الترك تاريخيا للمذهب السني بحماسة وما يستتبع ذلك من هيمنة للغة العربية وتفوقها المادي والمعنوي كلغة القرآن والتي ازحت اللغة التركمانية عند الكثيرين بحكم سنن التدافع التي تعتمل في اللغة ايضا بوصفها كائن حي ينمو ويهزل ويموت حسب مواتات الظروف ذلك على عكس شرائح واسعة من المكون الكردي يخشى التركمان من تقسيم سوريا لما في ذلك من تمزيق للتواصل التركماني وعودة ظاهرة للجزر المنعزلة التي ستنفصل بين التجمعات التركمانية شمال وجنوب ووسط البلاد وتجعل التركمان مجرد جاليات صغيرة جدا في الدويلات الصغرى التي ممكن ان تتمخض عملية التقسيم عنها وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة